انطلق في القاهرة اجتماع حركتي فتح وحماس برئاسة محمود العلول نائب رئيس حركة فتح وخليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس يبحث الاجتماع العدوان على قطاع غزة والتطورات السياسية الميدانية وتوحيد الجهود والصف الوطني كما يبحث ألية عمل اللجنة المعنية بإدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم تبذل مصر جهودا واتصالات مع مختلف الأطراف للحفاظ على مسار المفاوضات الجارية وتجنب التصعيد وصولا إلى إنجاز اتفاق للهنة ووقف لإطلاق النار